مجموعة الزمالك. رأيك فيها الزمالك والمصري طبعا. مجموعة الزمالك فيها ميزة مهمة جداً للزمالك والنادي المصري. إن في مبارتين دا مش هتسافر فيهم. فطبعا دي ميزة كبيرة جداً للنادي الزمالك وأكيد ميزة كمان للنادي المصري. وشبيهة شوية للسنة اللي فاتت لما النادي الزمالك لعب مودرن فيتشر في الكونفيدرالية وكان المطشن في القاهرة وما كانش فيه أي أزمة خالص. والصفر الكلنا اللي عارفين المشاكل بتبقى موجودة بزاة صفر أفريقيا. دي الميزة الأولونية. بس المجموعة. المجموعة القصة الوحيدة اللي موجودة فيها هي النيمبا هو الفريق اللي ممكن يزاحم النادي المصري أو نادي الزمالك على بطاقة الصعود. أنا بقول النادي الزمالك ممكن يتأهل من المجموعة دي كمركز أول. وهتبقى المعركة في المركز الثاني ما بين النادي المصري. وإن شاء الله كابتنا علي مير قادر أنه يتخطى أن يمبا. وأن يمبا هو اللي هيبنة في سوق. فيفا فرقة التالتة. الفرقة الرابعة اسمها بلاك بول دي فرقة موزنبيك. لو معنا بعض الأرقام نستعرض نستعرضها. فريق أنشئ سنة 2017. يعني حاجة يعني من حوالي. كان معي المدرب بتاعهم من شوية. قال لي احنا مش هنخسل لابني الزمالك وانا المصري بالكتير يتعادلوا معنا. طبعما الثقة دي بتبقى حلوة يعني. حاجات دي بتطمنوا والله. جرع حلوة. اه اكيد. فأنا عباقول لك كده. فأنا شايف ان بلاك بولز ده ده مش فريق ممكن يشكل أي خطورة على نادي الزمالك أو على النادي المصري اللي أنا أرى ب نادي الزمالك حتى كمان السنة فاتسة كونفدرالية أحياناً كانت العشوائية بتاعت الفرقة اللي قدام نادي الزمالك هي اللي ممكن تعمل أزمة. انت عارفة كريم لما يكون فريق منظم عاوز ييجي لاب فريق فبيبقى فيها عشوائية كبيرة فدي تعمل مشاكل. دي سنة التأسيس. يعني زيما بقولك 2017. والموسم اللي أبضحك 2020. مش 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 مشكلة. دي مش الأرقام بتاعتنا بس مش مش مشكلة. فبلاك بولز أنا بشوف أنه هو من الأندية اللي مش تعمل المشكلة وهيبقى ح نادي أن ينبى علشان نكون صرحة أن ينبى اللي لعب مانويل جزيج واللي خد 2004-2005 وخد السوبر 2004-2005 في فريق اللي لا يقهر والمانويل جزيج كسر سلسل سراته واختفى تماماً من الساحة بعيد كل البعد عن التواجد في البحافل الأفريقية فأن ينبى رجع السنة دي هي بس مشكلة أن ينبى الملعب بتاعته مش سهل جماهير بتاعته مش سهلة قضية الملعب نفسها مش حلوة بس أنا بشوف نادي الزمالك قادر بثقة كبيرة جداً أنه هو يتأهل للدور الثاني هو والنادي المصري خصوصاً مع أنا بشوف التدعمات اللي عملها لنادي الزمالك ومع الثقة اللي انت أخدها من كسبت السوبر الأفريقي وكسبت الكونفدرالية السنة الفاتت فأنا إن شاء الله بإذن الله أتوقع أن نادي الزمالك ونادي المصري وياريت يعني ما يحصلتش زي كل مرة أنديها مصرية يبطوعة مع بعض في مجموعة سوى داري أبطال الأفريقي أو كونفدرالية فرقة بس اللي بتتأهل أتمنى نقصر القعدة دي المرة دي ولكن زمالك يعني أنا شايف أنه سهل جداً هو يتأهل إن شاء الله للدور الثاني كأول مجموعة